إن مسئولية التخطيط لإدارة المنشآت وصيانتها تقع على مدير أو مديرة المنشآة حيث يتوجب عليها أو عليها الاهتمام بكل شؤونها وخصوصا المحافظة على البناء بأقسامه ومرافقه ومحتوياته العناية بالنظافة والصحة العامة في المنشآة الإشراف على تنفيذ أعمال الصيانة والترميم والإصلاحات المختلفة المقررة لمبنى المنشآة وتسهيل تنفيذها تنظيم التعاون بين المنشآة وأولياء التلاميذ والسلطات المحلية والجمعيات الأهلية المتابعة المباشرة لجميع الموظفين والعاملين في المنشآة وعلى مدير أو مديرة المنشآة اتخاذ خطوات مهمة لتطوير خطة إدارية للصيانة المنشآة بالمشاركة مع الجهات المعنية ومنها تشكيل فريق عمل بالموارد البشرية المتوافرة تنظيم المنشآة وتحضيرها لتسهيل تنفيذ الخطة تحديد أعمال الكشف على كل أقصام المنشآة تحضير برنامج الصيانة تنظيم أعمال الصيانة وفق إطار زمني محدد متابعة نيزانية صندوق المنشآة المخصصة للصيانة ولتنفيذ خطة عمل لصيانة المنشآة يمكن للمدير أو المديرة الاستعانة بالخطوات الإدارية والتنظيمية التالية تشكيل فريق صيانة المنشآة عقد الاجتماع التمهدي لفريق صيانة المنشآة إنشاء نظام ترقيم غرف المنشآة ومساحاتها إنشاء جردة موجودات المنشآة الرقمية وتحديثها بشكل دوري وضع قائمة الدعم المؤلفة من المجتمع المحلي إعداد البرنامج السنوي للصيانة الوقائية وأعمال التنظيف تنفيذ برنامج تنظيف المنشآة تنفيذ برنامج الصيانة الوقائية السنوي تنفيذ نظام إعارة الأجهزة الإلكترونية عقد الاجتماع الختامي لفريق صيانة المنشآة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر